اشتركوا في القناة الجمعة السوداء أو بلاك فرايدي وهي آخر جمعة تأتي في شهر نوفمبر حيث تقوم أغلب المتاجر بتقديم عروض وأخصومات كبيرة يتجمهر المستهلكين منذ ساعة الصباح الأولى خارج المتاجر الكبيرة ينتظرون افتتاحها فالكل يرغب بأن يحصل على نصيب الأكبر من البضائع المخفضة الثمن تسعى المتاجر التي تعمل في مجال التسوق الإلكتروني بالمشاركة والتنافس في بيع منتجاتها لهذا العام بأسعار قليلة مقرنة بالسعر الأصلي يعود أصل التسمية في الجمعة السوداء إلى كثرة الحوادث التي تحصل نتيجة تدافع الناس للتسوق لا لا أسف لا لا أعرف عن جمعة البيضاء أو السوداء لا صراحة ما عندي خلفية عن ذلك شيء جمعة البيضاء؟ الجمعة البيضاء ولا الجمعة؟ الجمعة البيضاء؟ لا والله ما أحلم لا ما سمعت عن الجمعة البيضاء والسوداء لا لا أسف ما أقدر سمعت عنها والله الجمعة واحدة أنا أعرفها جمعة البيضاء ما أعرف صراحة لا لا أسف لا بلاك فايداي سمعت عنه كأنه شيء سوق أو شيء يعني لا 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 أعرفه يعتبر مهرجان عبارة عن تخفيضات شاملة يعني لأنه ديسكونت يعني أكيد أني بأستغل هالفرصة النعروب خيالية ما تجي إلا في السنة من رأي قد يكون شيء يعني مناسب لك أنك تسفيد في السنة الجاي إن شاء الله قبل ما ترتفع الأسعار يعني بأستغل هالوقت اللي صار فيه تخفيضات بتقضى أكثر من شيء كان فيه خاصة مناسب أكيد بأقبل بالعكس بأستغل الفرصة هذه أني أطلع وأشتري في اليوم هذا يعني بكون حاب يعني أشياء قبل يعني مبالغ بسعارها وكذا أكيد أني بأخذها بعد التخفيض والله إذا لقيت شيء ناسبني صراحة بأشتري إذا والله فيه تخفيضات زي الناس نشتري لا لا ممكن إذا كنت محتاجه شيء بأشتري إذا ما محتاجها هذه أكيد طبعا إذا فيه خصومات وفيه عروض حلوة لش لا أما في العالم العربي فأطلق موقع سوق.com بادلة الجمعة البيضاء كرد على يوم الجمعة السوداء الخاصة بأسواق متاجر أمريكا حيث يقدم موقع سوق.com في هذا اليوم كبرى عروضه وتخفيضاته والتي تعتبر الأقوى على مدار العام حيث يتم خفض أسعار باقة كبيرة من المنتجات ياتيكم العافية مؤدي برنامج سيدتي على هذا التقرير الحلو طبعا للحديث أكثر عن الجمعة البيضاء رحب بضيفي الأستاذ سليم حمد المدير العام لسوق.com حياك الله أستاذ سليم شكرا شكرا مروح لإصلاف نورتنا اليوم برنامج سيدتي وناس قاعدة تسأل كثير عن سوق.com كلمنا عنها أكثر وإيش مميزاتها وطبعا لدي سؤال ثاني أنه أكثر شيء سوق يعني جيل الشباب هم اللي يعرفينه ولكن اللي أكبر سنن ما يعرفونا ليش رح نتكلم عنها من خلال هالحديث سو يعتبر سوق.com أكثر موقع أكبر موقع تسوق إلكتروني في المنطقة وكذلك يعتبر هو أكثر موقع تسوق زيارة في الإلكتروني وبرضه في أرض الواقع يعني خليل ناخد مثال يعني أكبر المولات في المنطقة دبي مول حسب الأرقام لنصف الأول من السنة أفرج الزيارات شهريا لدبي مول 6 مليون زيارة سوق.com عدد الزيارات شهريا أكثر من 45 مليون زيارة سبتقدر تخيل عدد الناس اللي بتزور موقع سوق.com وفرنا بسوق.com أكثر من 2 مليون سلعة 2 مليون سلعة منهم إلكترونيات ما يخص كهربائيات المنزل الموبايلات الأجهزة اللوحية كما وفرنا برضه كل ما يخص الموضة والأزياء وفرنا كل ما يخص الصحة والجمال وجمال المرأة وفرنا كل ما يخص الطفل كل ما يخص المنزل كل ما يخص الرياضة سو عنا تشكيلة كاملة لكل حدا بدخل يزور سودتكم بلاقي كل شيء بده يعمو وجود كما برضه أعطينا فرصة للتجار المتاجر الصغيرة والمتوسطة برضه رواية الأعمال أنه بيقدر يبلشوا تجارتهم عبر موقع سوق دوتكم سو بدل ما هو يروح يبلش تجارته ويتكلف بتكلفة كثير عالية يبلش تجارته في المحلات والمتاجر التقليدية بيقدر يفتح متجر خلال سوق دوتكم ويبلش بيع برضه سوق دوتكم وفرنا خدمة الدفع عند الإسلام تعرف في المنطقة وفي بلادنا في عندهم تخوف من استخدام بطاقات الإلكترونية حقيقي لأنه أنت لما تكتب رقم الفيزا ما تعرف مرات هل يخصم المبلغ أو يخصم دبل فحلو أنه يكون الخدمة بعد ما توصل والدليفري تم الخصم احنا موجودة عندنا طبعا ندفع عبر الدفع الإلكتروني ودفع عندنا آمن مية في المية بس برضه وفرنا خدمة الدفع عند الإسلام فهذا بعطي ثقة أكثر للمشتري أنه يشتري عبر موقع سوق دوتكم بالإضافة أعطينا خدمة الإرجاع إذا أنت اشتريت الأيتم وما عجبك السلعة ممكن ترجعها وبرضه أعطينا خدمة الورانتي أنه الكفالة فهذه الأشياء ميزتنا أكثر بسوق دوتكم لأن نعطي للمشتري أفضل خدمه يكون هو مرتاح بالشراء حقيقي وأصبح فيه مصداقية وثقة أكبر بسوق دوتكم عن بعض الأسواق الكترونية الأخرى خلنا نسألك أستاذ سليم لماذا السيدات أكثر أقبال على مشتريات من عندكم أكثر من الرجال هو مش بس السيدات راح تستغري بأنه بالشراء الإلكتروني برضو الرجال عندهم نسبة كثير كبيرة سو ألما النسبة متساوية متساوية كثير من سوق دوتكم داما متطلع إشاعات على السيدات أنه هم بشروا أكثر سو على التسوق الإلكتروني لا النسبة ألما متساوية لأنه بالنسبة للرجل هو بيكون مشغول في مكتبه وبشغله سو بيجي بشوف أنه بيقدر يشتري هو موجود في مكتبه وهو بسوق في الأبليكيشن السيدات كثير عندنا ياهم بتطلعوا على الموضة والفاشن والصحة والجمال فهي بالنسبة لإلها والأطفال كمان والأطفال سو هي بيكون بالنسبة لها هي تكون معاعدة ببيتها مشغولة بأغراض البيت أو هي برضو بعملها أو هي بالسيارة فتكون بسهولة بتطلع على بتصعد كل الأيتمز عبر التطبيق وبتقدر تشتري سو النسبة متقاربة ليس زي ما الناس بتفكر سو الرجال والسيدات عندهم نفسها قمص النسبة بسرعة الإلكتروني حلو وجدنا إحنا قبال كبير من جيل الشباب سواء كانوا بنات أو شباب على المشتريات الإلكترونية من سوق دوتكم ولكن ما زال الأكبر سنن ما يعرفون بسوق دوتكم ولا يعرفون في شيء اسمه الجمعة البيضة لماذا؟ سو إحنا عم نشتغل على هذا الموضوع بتعرفي أنه كل موضوع الاتجار الإلكتروني هو رجيد في المنطقة إحنا عمرنا بسوق دوتكم في المنطقة 11 سنة سو إذا تطلع أحزي الأجيال هلأ إذا من تطلع على أمي أو أمك على الوالدة تلاقي هلأ صاد تستخدم الواتساب صح ولا لا زمان قبل خمسة سنة وثلاثة سنة ما كانوا يعرفوا يستخدموا الانترنت يعني لو تصوون دعاية مثلا عن طريق الواتساب لهم عشان يسيرون كمان كل الدعايات موجودة على التلفزيون وعلى الانترنت سوف يمكنوا ولقوها بأي مكان بس عم نشتغل على هذا الموضوع ومع تقدم العمر كل الناس عم تتحول أكثر إلكترونيا الإشي الحلو في المنطقة أنه نسبة انتشار الهواتف المحمولة والسمارتفون الهواتف الذكية بالمملكة العربية السعودية من أعلى النسب في العالم سو كإنفرستركتشر السوق جاهز ده انتشار تجعل الإلكترونية فإن شاء الله أكيد ستنتشر وبعدين الدعاية اللي سويتوها مؤخرا لمايا دياب وقصاي كانت مسوية ضجة كتير كبيرة في الخليج وفي الوطن العربي بشكل عام يعني ما شاء الله تبارك الله وصلت المشتريات للملايين والدعاية فعلا ناجحة الحمد لله الدعاية كم يتأثر على أكيد مهمة هذا بعطي ثقة للمشتري أنه سودتكم هي شركة كبيرة بأكيد بأثروا على المشتري لما يشوفوا موجود بعمل إعلان لسودتكم فبزيد الثقة لأنهم كبراند سودتكم لو سألناك الحين عن جمعة البيضاء وعندكم تخفيضات هائلة في الأيام القادمة إن شاء الله بالحقيقة بلاشت من اليوم تدام اليوم والتخفيضات بدأت إلى أي يوم إلى يوم السبت حلو هذه التخفيضات اللي سميتوها الجمعة البيضاء ليش يعني وهي توافق طبعا الجمعة السوداء في أمريكا صح أنت إذا أردت الجمعة السوداء بلاشت في أمريكا في 1960 بيقوم متاجر بعمل خصومات كبيرة بهاي الفترة بالسنة اللي هي آخر شهر نوفمبر الخصومات توصل لغاية تصل تقريبا 70 و 75% الناس بتصير تنام على أبواب المتاجر وبصف على الطابور بشيء ما شفنا بالفيديو أو لغاية ما توصل وبتضل المتاجر تفتح لغاية 24 ساعة لغاية ما يقدر المشتري يأخذ كل الاتم بديها وكل السلعة بديها المتاجر الإلكترونية كم توصل نسبة العروض عندكم؟ إن شاء الله رح توصل أبتو 70% لغاية 70% المتاجر الإلكترونية برضو في أمريكا بلشت بيعروض الجمعة السوداء حبينا ننقل هاي الخبرة وهاي التجربة للوطن العربي للمنطقة لما بلشنا فيها شفنا تواجهنا بموضوع الجمعة السوداء هو كجمعة سوداء في الكلتر تانا مش مناسب للكلتر تانا حبينا نعمل الجمعة البيضاء إنه بيضاء للوطن العربي ولكلترنا وتربيتنا وعاداتنا إنه الجمعة البيضاء كثير أنسب لمن الجمعة السوداء سميناها الجمعة البيضاء وكنا إحنا كسوق دوتكم البينير والرواد بإحضار الجمعة البيضاء على المنطقة حلو كثير حلو طبع كعالمة تجارية أنتم وضعتم بصمتكم في الأسواق الإلكترونية الأخرى تلقون في تفاوت كبير ما بينكم بين الأسواق الإلكترونية الأخرى إيش أكثر شيء يميزكم طبعا أنت قلتنا في البداية بأنه أصبح عندكم خدمة التوصيل أصبح عندكم الاسترجاع في حال واحد اشترى شيء ما أعجبه في أشياء ثانية قاعدة تبرزكم عن الأسواق الإلكترونية الثانية أول شيء في بريزنا هو نوع المنتجات من وين تجيبون هذه المنتجات؟ أكيد هناك موجودات من الأسواق المحلية ومن الأسواق العالمية حسب المنتج إذا هو إلكترونيكس أو أزياء أو موضو أو ميك أب يختلف المورد لهذا المنتج بس تكون كلياتها من الأماكن الأصلية ومنتجات مئة 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 مفوق فيها نعم أكيد ما في شك بأنها برندات أصلية ولكن في بعض الأحيان الواحد سبحان الله يجي كده تفكير أنه فيه فرق كبير ما بين سعر السوق وما بين أسعاركم فيقول ربما مثلا أنا يعني يبدأ يشكوا لكن حقيقي الناس كتير جربوا من اللي حولنا منتجاتكم والأشياء اللي تعرضونها في السوق وفعلا هي برندات حقيقية وجميلة جدا إيش هتسوون الأيام الجاية بعد الجمعة البيضة خلينا أحكي لك شوي عن الجمعة البيضة حشان الناس أكيد بتشوقوا لا يسمعوا عن الجمعة البيضة نعم سو الجمعة البيضة منتوقع فيها يكون أكثر من 20 مليون زيارة بخلال الأربعة أيام الجايين في السعودية ولا في أكثر من المكان؟ في كل المنطقة اللي هي بالإمارات العربية المتحدة وفي المملكة العربية السعودية وفي مصر وبرضو في دول الخليج منتوقع أن بي أكثر من مليون سلعة خلال الجمعة البيضة يعني كل ثاني راح نبيع ثلاث سلعة راح نقدم أفضل الأسعار وأفضل الخصومات الخصومات راح توصل لـ 70% لكل لمعظم السلعة المعروضة على الويب سايت هاي السنة أطلقنا المواد الاستهلاكية بيسوق دوت كوم خلال الجمعة البيضة سو بيقدر المشتري يشتري أكثر من ألف نوع من تشوكليت ومن مواد الشامبو ومواد منظفات على سوق دوتكم سو هاي إشي جديد في إشي ميزنا هاي السنة من موضيع الدفع الإلكتروني عملنا عقد شراكة مع أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية إنه أساس المشتري بيقدر يشتري خلال الدفع الإلكتروني خلال ضاقته التمانية ويسدد خلال ست شهور بدون إضافة أي عمولة أو نسبة مرابحة على عملية الشراء استثمرنا برضو بعمليات التوريد والتوصيل لنضمن أن نوصل السلعة للمشتري بأسرع وقت ممكن ممتاز جداً وإن شاء الله الجمعة البيضة هذه رح يكون لها صدى كثير كبير ومهم جداً بالنسبة لمحبية التسوق نريد أن نعرف منك مستقبل التسوق الإلكتروني كونه في عرض وطلب كثير هالأيام هذه وكونه إن شاء الله عليكم أنتم الآن سباقون في أشياء كثير قاعدين تخدمونهم المزايا للمستهلك إيش المستقبل سيكون؟ إذا تظهر على نسبة التجارة الإلكترونية لنسبة تجارة التجزئة في المنطقة تصل إلى 1.5% 1.5% مقارنة هذه النسبة عالمياً في الولايات المتحدة الأمريكية وبرضو بأوروبا بتصل هاي النسبة إلى 15% سو بتحسي أنه فيه بتنشي كبير وفيه فرص كثير كبيرة لنمو التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وبرضو في المنطقة هذا واحد تنين الانفرستركتشور إذا تشوفي الهاتف الذكية نسبة انتشارها في المملكة العربية السعودية زي ما حكيت لك في الإمراض من أعلى النسب سو يعتبر الهاتف الخليوي أو السمارت فون اللي هو الهاتف الذكية محرك أساسي لنمو وكبيرة التجارة الإلكترونية وهي النسب كثير متوفرة في المنطقة بالشكل الكثير عالي نتوقع توصل حجم التجارة الإلكترونية بنهاية سنة 2016 لـ 18 مليار دولار ما شاء الله يعني رح يكون لها تأثير كثير كبير على الاقتصاد عالمياً يس عالمياً لأنه هذا كل التوجه للتجارة الإلكترونية حتى المتاجر الكبيرة عم تفكر بالاستثمار بهذا الموضوع يعني ما عدا نشوف مولات ولا عدا حيصير في مولات أكيد إحنا تعودنا راح يكون أكيد موجودة المولات بس بالآخر الواحد كمشتري لما بده يشتري أي سلعة بده أفضل سعر بده أفضل خدمة سو أنت إذا تلاقي نفس السلعة موجودة في المول أو موجودة بسوق دوتكم بسعر أرخص أكيد إذا راح تفضل يتأخذ السعر الأنسب والسيفس الأحسن يعني أكيد راح تتأثر المولات الأيام الجاية نتوقع ممكن نشوف هنا مع أنه دائما يقولون أنه التسوق الإلكتروني في أشياء كثير حلوة في أشياء كثير جديدة ما هي موجودة في المولات صح هل حقيقي هذا الشيء؟ صح لأنه بتعرفي حجم التجار الإلكتروني حجم كثير كبير سو المبيعات تخلينا دائما منجيب دائما كل إشي جديد سو كل آخر الموديلات آخر الموضة آخر الأزياء سو بخلينا دائما رواد وصباقين بعرض آخر الأشياء على سوق دوتكم يعني مثلا معظم الإلكترونيات أول ما تنزل على السوق بشكل عالمي بنحاول دائما نكون الرواد هاي سلعتكم متوفرة على سوق دوتكم وأكيد دائما بأحسن سعر طبعا إحنا الكنترول يسألون أنه المقاسات هل توصلهم مثل ما هي موجودة؟ مرات مثلا نطلب مقاس ميديوم أو مقاس لارج يطلع مقاس ما هو نفسه متناسب مع الشخص؟ على سودتكم أي أزياب فيه زي سايت شارت يعني زي خارطة للمقاسات بتقدر تعرف أنك مثلا هذا الحجم الخصر مثلا خمسة وستين سانتي بتقدر تعرف من أكثر من يعني عن من ساعد المشتري ليقدر يختار الساعد زي مناسب لإلك جميل وأنتم أصلا عندكم الحين خاصية استبدال أول ترجع في المدة الزمنية كيف ستكون في نفس الأسبوع أو في نفس اليوم سترجع البضاعة؟ لغاية سبع أيام لسبع أيام بوصل الأيتم إذا هو ما عجبه وحس أنه صغير عليه أو كبير عليه بقدر يبدله لغاية سبع أيام نعم الحين الأيتم لما توصل البيت كم يبغى لها عشان تجي توصل البيتك؟ حسب بالأيام العادية ممكن توصل بنفس اليوم وفي أسواقنا في الإمارات توصل بعد ساعة نعم بس خلال ما تخفضات الجمعة البيضة؟ الجمعة البيضة أنت ما تخيلي ترافك والناس المشتريين بهاية الفترة نعم دائماً نحاول نوصلها بأسرع وقت ممكن نوعد زبائننا بفترة أطول لأن المشتري يطلب نوعده بفترة أنه ستوصله بخمس سيام أو ست يام بس نحاول نوصلها بيوم ويومين وثلاثة يعني بس مبارح نحن صار لنا لايف بالجمعة عروض الجمعة بيضة بتعرفي هلأ قدر المشتريين يشترون من هلأ صارنا بالضبط تقريباً 18 ساعة في ناس من اللي اشتروا قبل 17 ساعة وصلهم السلعات ما شاء الله يعطيكم ألف عافية الله يعطيك سررنا كثير بوجودك معنا ست سليم الحمد مدير عام سوق دوت كوم نورتنا حقيقي يعطيك العافية شكراً الله يعطيك شكراً لك كما شفت ومشاهدينا كان معنا الأستاذ سليم حمد المدير العام لشركة سوق دوت كوم فقراتنا مستمرة معاكم أكيد لكن بعد هذا الفاصل خلكم معنا اشتركوا في القناة